أقد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات اجتماعاً افتراضياً نقشه لا له تطورات جهود الوساطة لتوصل لسفقة تنتهي بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات بشكل كافي إلى قطاع غزة وأكد وزراء الخارجية دعمهم لهذه الجهود هذا وشدد وزراء الخارجية على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة وبما ينهي معاناة أهل القطاع وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها وعودت النزحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع وإطلاق عملية إعادة أعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حال الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتوقطات محددة وضمنات ملزمة وشدد الوزراء على أن تنفيذ حال الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة